اشتركوا في القناة اشترين من اكتوبر في جمهورية اتشاد حيث ادانت بشدة استخدام القوة المفرطة التي تسببت في ازهاق ارواح العديد من الاشخاص والحاق اصابات خطيرة باخرين في عدة مدن عبر انحاء البلاد وتقدمت الجزائر باحرية تعازل اسرية ضحايا متمنية اقول الشفاء العاجل للمصابين هذا وتنظم الجمعية الجزائرية للفنون الطبخ والتنشيط السياحي بمناسبة اليوم العالمي للشفان المصادف للعشرين من اكتوبر فعاليات هذا اليوم العالمي وذلك يوم السبت الثاني والعشرين من اكتوبر في حديقة التسلية والالعاب موستلاند بمستغنم يتضمن البرنامج الذي يميزه حضور ستين شاف من كافة ربوع الوطن وحتى شفان من دول عربية مسابقة في فن طهي الاسماك ومعرضا للحرفيين في مختلف الصناعات التقليدية على غرار الملابس التقليدية الاكسسوارات والتحف بالاضافة الى مسابقة في النحط على الخضر والفواكه ومسابقة في الحلويات التقليدية والعصرية وكذا معرض للتكنولوجيا الغذائية ومحاضرة حول التغذية الغذائية كما يتخلل المسابقة حفل فني أقول وعرض لتقاليد العرس المستغنمي وكذا عرض حول الأماكن السياحية والتاريخية لمستغنم مستمعين الكرام كان هذا موجز لأهم الأنباء شكرا لكم على طيب الإصغاء إلى اللقاء